ثمان حكومات في عشرين عاما تسيد فيها السلاح لغة على الأرض خارج عن القانون منفلت عشوائي دم في يد النزاع العشائري مسميات عدة تنام فيها السلاح وصار دولة عميقة داخل الدولة حتى انهك هيبتها وصارت لدولة سيدة المصير الذي تتحكم به أكثر من ثلاثين ميليشيا بحسب مراكز بحوث عراقية وما يشبه سلسل النزاعات العشائرية المتكررة في البصرة واحدها يعادل السلاح المنفلت ترسانة فرقتين عسكريتين أكبر دليل على ما يشهده عموم العراق من حالة عدم اكتراث لخطر آفة الانفلات الدموية تطرح تلك الحقائق في واقع مأسوي على الرغم من خطبات رؤساء الحكومات المتعاقبة التي حثت على نزع السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة والتزام المؤسسة العسكرية بمهامها في الحماية والأمنة وفرض هيبتها واحترامها لكنها وفق تقديرات حكومية تنتشر إلى نحو سبعة ملايين قطعة من السلاح تمتلكها العشائر وحدها نهيك عما يمتلكه عناصر الميليشيات المنتشرة في العراق إذن لم تجد نداءة الحكومة نفع لمواجهة الظاهر التي باتت شكلا ثابتا من أشكال الصورة العراقية في الداخل وعند المجتمع الدولي التي تنادي سفارات بلاده بحماية مواطنيها مع كل هبة للسلاح الذي أصبح يدخل في نزاعات ليست عشرية فحسب بل سياسية وأمنية ونفوذ اقتصادي وزراعي وحدودية وللسلاح سبب انتشار آخر بعيدا عن نفوذ ميليشيات تعمل لولاءة خارجية وتقوض جهود الدولة في الدفاع عن هيبتها وحصر السلاح وهو سبب أكثر خطرا بالحديث عن ثقافة مجتمع تمهد لبيئة أكثر خصوبة لانتشار السلاح بكل أنواعه فالخلاف والنزاع بين العشائر لغته السلاح والفرح لغته السلاح والنفوذ لغته السلاح والسياسة كذلك لغتها السلاح ويحدث هذا في سيناريوهات النزاع السلطوي ومواجهات الشارع سيما ما حدث في انتفاضة تيتشرين بأكثر من مناسبة لها يحضر الحديث المفجع عن كارثة السلاح المنفلت في العراق مع حلول إسبوع نزع السلاح الذي أطلقته الأمم المتحدة لمواجهة خطر السلاح حول العالم وينتظر العراقيون الذين يخسرون في كل شهر تقريبا عشرات الأرواح والإصابات حكومة قادرة على إنهاء ظاهرة بدأت من بعد عام 2003 تكبر ككرة الثلج موسيقى 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 موسيقى